السلام عليكم. قالت هيئة الطاقة في الدانيمارك أن شركة نوردستريم اي جي اخترتها باستقرار الضغط في خطي أنابيب نوردستريم واحد المتضرر. ما يعني توقف تدفق الغاز الطبيعي من آخر نقاط التسرب. واكتشفت الأسبوع الماضي أربع نقاط تسرب للغاز في خطي أنابيب نوردستريم واحد واثنان في بحر البلتيق بالقرب من الدانيمارك والسويد. ورغم أن الخطين لم يكنا يعملان وقت حدوث ما يشتبه بأنها تفجيرات تسببت في التسرب. فقد كان مملؤين بالغاز الذي يتسرب إلى سطح الماء في بحر البلتيق منذ الاثنين. وقد أعلن عن توقف تسرب الغاز من خط نوردستريم اثنين أمس السبت. قالت رئيسة الوزراء البريطانية في حوار مع قناة بي بي سي بأن لديها خطة واضحة للمضي قدما للتعامل مع عزمة الطاقة والتضخم. وقد أقرت رئيسة الوزراء البريطانية ليزتراس بأنه كان عليها أن تعد بشكل أفضل لخطة خفض الضرائب التي أثارت ضد طرابات في السوق. ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات على تكلفة المعيشة تزامنت مع قفزة في أسعار وحدات الغاز والكهرباء. وأدى إعلان خطة التخفيض الضريبي الهائلة التي أعلنتها رئيسة الوزراء إلى حالة ذعر في الأسواق. وانخفض سعر صرف الجنيه إلى أدنى مستوى تاريخي. وفي فرنسا حالة من الجدل عقب تصريحات وزير الاقتصاد الفرنسي التي روج فيها لارتداء سطرات شتوية عالية الرقبة لتوفير الطاقة. وكان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برينو لومار روج لارتداء سطرات كوسيلة لمواجهة أزمة التدفئة في فصل الشتاء في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا. الأمر الذي اعتبره الكثيرون تدخلا في نمط حياة المواطنين. وتزامنا مع هذا الجدل ظهرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابات بورن مرتدية معطفا ثقيلا خلال ترأسها اجتماعا بمقر رئاسة الحكومة. وصرح النائب في البرلمان عن بلدية باريس جيل جاندر بأنه تخلى عن استخدام مجفف الملابس الحراري الكهربائي توفيرا للطاقة. ينضم إلينا مباشرة من باريس مفادنا ريدا البغدادي أهلا وسهلا بك ريدا. إذن المسؤولون الفرنسيون يحاولون الترويج لحلول لتوفير الطاقة. لكن يبدو بأنه لا ريدا عنها يا ريدا. دعنا في التفاصيل. ريدا هل تسمعوني؟ إذن نحن ما زال نتحدث عن الحلول التي بعض المسؤولين الفرنسيين يحاولون الحديث عنها. وذلك كإيجاد حل لأزمة الطاقة وما سوف تخلفه من تدعيات خاصة على أبواب الشتاء القارس. في هذا الصدد كان مسؤولون فرنسيون قد تحدثوا عن تشجيع للمواطنين الفرنسيين باستخدام السطرات العالية الرقبة. وذلك كحل مبدئي لأزمة الطاقة وما سوف تواجهه البلاد من شتاء قارس. الموضوع يروج له عدد من المسؤولين الفرنسيين على رأسهم وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برينو لومير. بالإضافة إلى عدد آخر من الفرنسيين. خاصة إذن مع تدعيات المرتقبة لأزمة الغاز. لا أدري إذا كان ريدا يسمعوني الآن. ريدا هل تسمعوني؟ سوف نعود إذن إلى ريدا البغداد حين إصلاح هذا الخلل الفني من المصدر. ولكن ينضم إلينا كذلك لرصد مزيد من التدعيات حول أزمة الطاقة من لندن هذه المرة. والزميل إسلام علي أهلا وسهلا بك إسلام. ماذا عن ملامح الخطة التي أشارت إليها رئيسة الحكومة ليزي تروس لتعامل مع أزمة الطاقة؟ إسلام؟ إذن حلول كثيرة يحاول المسؤولون في الدول الأوروبية اختلاقها. وأيضا البحث عنها. ومع حلول فصل الشتاء تزداد حيرة القرى العجوز أمام معضلة نقص الغاز الروسي. وهو ما يجعل الأوروبيين أمام وضع حرج. الخيارات الأوروبية ومدى نجاعة مساعيها نناقشها بعد هذا التقرير. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. ينضم إلينا عبر الإنترنت من برلين الدكتور توماس دابليو أودونيل. الخبير في شؤون الطاقة أهلا وسهلا بك. دكتور توماس. هل السيطرة على التسرب في خطي نوردستريم ينهي المخاوف التي أثارها في الأيام الماضية؟ أظن بأنك تشيرين إلى النوردستريم 2. هناك أمران. إذا نظرنا إلى التأثيرات على سوق الغاز فإن التأثير محدود جداً. لأنه لا يوجد هناك تدفق في أنبيب الغاز بسبب إغلاق نوردستريم 2 بسبب العقوبات ونوردستريم 1 الذي أوقفه الروس بسبب أعذار فنية. ولكنها سياسية بامتياز. بالتالي التأثير كان محدوداً على سوق الغاز الفعلي. وأما إذا كنت تسألينني عن من ناحية النظرية هي لماذا تم إيقاف هذا الخط؟ فبدأ يبدو من المحتمل بأن الروس هم من قاموا بتعطيله والسبب وراء قيامهم بهذا. ويمكننا أن نشرحه بتفصيل هنا. ولكن غاز بروم تواجه الكثير من المساءلة لعدم توفير الغاز لكل العقودية التي تجمعها مع الشركات الأوروبية. قد تقاضى بالأموال ضخمة وحتى بلكية الخطوط الإمداد والتخزين والشحن قد تسيطر عليه أوروبا. فإذا لكن غاز بروم بتعطل هذا الأنبوب قد تتنصل من مسؤولياتها بأن نستطيع إيصال الغاز. هذه من ناحية نظرية ما التأثير على قطاع الطاقة والغاز. ومازلنا نتحدث عن التصرب. سبب التصرب ماذا لمجهولاً حتى اللحظة؟ هل هذا يثير مخاوف من تكرار السيناريو في المستقبل؟ مع هذا السيناريو واحتمال تكراره في المستقبل، ترون علينا أن نتذكر أن ما يجري هنا حقيقة هي حرب الطاقة. حرب ديناميكية. وكما نعرف بأنه الآن أوكرانيا القوات الروسية أداؤها سيء جداً. بالرغم أن بوتين قام بضم أربعة آقاليم واعتبرها أرضاً روسية. إلا أنه خسر حتى جزء منها للقوات الأوكرانية. بالتالي هو يأس جداً للقيام بشيء ما من أجل مساعدته في حربه في أوكرانيا. وما يود القيام به هي تقويد الوحدة الأوروبية. وقد قال الخبراء وكثيرون بأنه يحاول أن يخلق فرقاً. وخاصة مع اليمين في الأوروبي. وبسبب افتعاله لهذه الأزمة. تكون طبعاً شتاء صعباً والشتاء الذي يليه في أوروبا. وهذا سوف يختبر الوحدة الأوروبية وتأذرها. وبالتالي الأمر سوف يستمر مع أفكار خلاقة جديدة لتعطيل إمدادات الطاقة إلى أوروبا. أمام كل هذه التطورات كيف يمكن أن تصف لنا التهديدات اليوم أمام منظومة الطاقة الأوروبية؟ حسناً يمكننا أن نقسم هذا إلى طريق الأمد الطويل والأمد القصير. هناك كفاية من الغاز في الدول الحليفة التي تدعم أوروبا وفي العلاقات عبر الأطلسية والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وشمال أفريقيا وشرق الأوسط والخليج. هناك قدر كبير من النفط والغاز والتكنولوجيا والسوق الفاعلة. وبالتالي أنا أقول أنه بعد عامين إلى ثلاثة أعوام روسيا سوف تكون في وضع سيء جداً وسوف تنخفض إلى تصنيف ثاني أو ثالث من دول الأوبك. ولكن الآن أوروبا ليست لديها ما يكفي من الغاز. وقد قاموا بعمل جيد بتخزينهم للغاز للشتاء وأيضاً تقليل معدلات الاستهلاك والمستهلكين طوعياً قاموا بتقليل الاستهلاك. وهذا طبعاً هم مجبورون أيضاً كانوا بسبب السعر المرتفع مجبريين بسبب السعر المرتفع. لكن ببساطة هذا لن يكونوا كافياً مع حلول الشتاء لأن الشتاء سيكونوا قاسياً جداً. وهذا كما قلت الأمر سيتطلع يحتاج عامين إلى ثلاثة أعوام حتى يتم تعويض الإمدادات الطاقة من موارد أخرى وخاصة من الغاز الطبيعي المسال. هذه هي الإمدادات المستقبلية التي نستتوقعها. تحاول الدول الأوروبية منها ألمانيا وقد أشرت إلى الإجراءات التي تتخذها تحاول أن تختلق الحلول لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة. هل ترى بأنها تسير في المسار الصحيح والإجراءات مجدية؟ حسناً يمكنني أن أمر على قائمة منها ويظن البعض بأن بعض منها أفكار جيدة وأخرى أفكار سيئة. وهذا أمر طبيعي أمام أي أزمة. وهذا طبعاً الأمر يختلف في أوروبا بالمقارنة المعروسة لأن لدينا ديمقراطية والناس يناقشون كل شيء. بالتالي هناك فكرة واحدة نسميها باللغة الإنجليزية أن تكون حوصول على أكثر الفوائد والمرابع. فبالتالي عندما يكون كل الطاقة الفحم والطاقة النووية غير كافية تم حرق الغاز. وهذا بالتأكيد سوف يرتفع معدلات أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز. فبالتالي كل الشركات التي تحرق الغاز سوف تحقق مكاسب كبيرة. بالتالي أن نقوم أخذ جزء من هذا المرحب المربح كمرحب جانبي عبر الضرائب. ونعيد تدويره إلى المستهلكين وإلى الأعمال التي تواجه خطر الإفلاس. هذا وضع صعب ولكنه منطقي جدا. وهناك تدبير آخر وهو وضع الصقف على أسعار الغاز المسال التي سيشتري فيها التحاد الأوروبي الغاز. بعض دول مثل الدنمارك ودول أوروبية تعارض هذا. والمشكلة التي يرونها بأنه وضعنا صقفا لأسعار الغاز. فالكثير من الغاز الطبيعي سوف يتواجه إلى آسيا. بالتالي علينا أن نبقي الأسعار كافية حتى أن يستطيع أن نستقطب الغاز من الأسواق الأخرى. هذه قد تكون بعض الإجراءات والتدابير المناسبة. دكتور توماس بعيدا عن الدول الأوروبية. ما هي التدعيات المرتقبة والأبعاد التي تتخذها أزمة الطاقة فيما يخص باقي دول العالم؟ هذه الأزمة التي بدأت بما فعله نظام بوتين سوف تؤثر على جميع دول العالم. إن أسعار الغاز الطبيعي وبخاصة الغاز الطبيعي المسال سوف تكون مرتفعة جدا لعامين إلى ثلاثة عامل قادمة. حتى يتاح كمية كافية في الغاز في السوق. وهذا ما سيحدث في نهاية المطافة. فهذا يعني بأن آسيا ستكون الأسعار أيضا عالية. وهذا يعني أيضا بأن الدول المنتجة مثل دولة قطر على سبيل المثال. وقدر قليلا في الإمارات ومصر وجزائر سوف يولدون أموال أكثر وحتى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من المعتاد. ولكن هذا سيكون له تأثير صعب وخاصة على الدول النامية في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية. حيث وحتى الدول الصغيرة في آسيا التي لا تستطيع دفع تكلفة هذه الأثمان. أوروبا ستكون ربما قادرة على دفع أثمان أكثر من غيرها. وهذه هي مشكلة بحداتها. علينا التعامل معها. شكرا جزيلا لك من برلين. دكتور توماس دابليو أدونيل الخبير في شؤون الطاقة. أشكرك. إذا نعود للحديث عن تدعيات أزمة الطاقة. ولكن من باريس مع مفادناء رضا البغدادي. رضا أهلا بك. سألتك عن الحلول التي يتحدث عنها المسؤولون الفرنسيون. هي تبدو بأنها حلول بدائية لمواجهة أزمة الطاقة. ما هي الردود التي تثيرها هذه الحلول؟ نعم كما أشرت أن هذه الحلول تبدو بدائية. تعتمد أساسا على ربما الجانب التوعوي للعموم الفرنسيين بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة. خاصة بدخول فصل الشتاء. ومع الانخفاض الواضح لدراجات الحرارة. كان من المفترض ربما أن تشتغل أنظمة التدفئة مع بداية هذا الشهر الجديد. ولكن هناك حديث عن تأخيرها إلى منتصف هذا الشهر الجاري. وذلك ربما في سعي لترشيد استهلاك الطاقة والتقليل منه. حتى ربما تدخل درجات الحرارة إلى مستويات متدنية جدا. حتى يتم تشغيل ربما أنظمة التدفئة. سواء في الفضاءات العامة على غير محطات النقل أو باقي المساحات العامة. هناك ربما عدم قدر لدى عموم الفرنسيين على الاستجابة الكافية لهذه الدعوات. التي وجهها بشكل واضح سواء رئيس الحكومة أو وزير الاقتصاد هنا في فرنسا. أو حتى من خلال تصريحات الرئيس الفرنسي. الذي يجري لقاءات مستمرة سواء مع الجانب الأوكراني. أو ينتظر أن يكون هناك لقاء يوم غد مع نظيره الألماني. لربما أن مناقشة عدد من القضايا الأوروبي. ولكن مضمون الأساسي لمثل هذه النقاشات. هو فيما يتعلق بإيجاد حلول لهذه الأزمة المتعلقة بالطاقة. خاصة أن تأثيراتها لا تقتصر فقط على جانب التدفئة أو جانب المواصلات. ولكن ربما تدعياتها بدأت واضحة لدى عموم الفرنسيين. فيما يتعلق بالأسعار التي ارتفعت بشكل واضح في مختلف القطاعات. في مختلف المواد الأساسية التي يستهلكها الفرنسيين. ولعل أهمها طبعا هو الخبز الذي أشار المحهد الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية. إلى تسجيل ارتفاع ربما قياسي خلال الشهر أغسطس المنقذي. بحدود نسبة 18 في المئة. أثر بشكل واضح على عموم الفرنسيين. وعلى مستوى المعيشة هنا في فرنسا. وهو ما يثير ربما تخوفات من أزمات اجتماعية. خاصة في ظل الدعوات المستمرة للخروج والتظهر. من أجل إيجاد حلول بديلة. ربما لا تقلق ولا تزعج جيوب عموم الفرنسيين في ظل هذه الأزمة الاقتصادية. هناك تخوفات أيضا واضحة لدى عموم الشارع الفرنسي. من أن تتحول عاصمة الأنوار إلى عاصمة لا توجد فيها أضواء. في ظل حديث عن ربما تحديد استعمال الأضواء في الأماكن العامة. سواء في الشوارع أو في الصحات العامة. على غير ربما الأماكن السياحية. وهناك حديث اليوم عن أعداد من البلاديات. قد اتجهت إلى تحديد ربما ساعات استعمال هذه الأضواء. هناك تخوفات في جانبها أمني. وفي جانب ثاني آخر السياحي. خاصة فيما يتعلق بالاستعداد للاحتفالات برأس السنة الميلادية. ونتحدث هنا عن الشارع الرئيس الشارع. ربما المهم ليس فقط لعموم الفرنسيين. ولكن أيضا للسياح الذين يأتون في هذه الفترة من كل سنة إلى عاصمة الأنوار فرنسا. الاستمتاع بعطلة رأس السنة في شارع أشونزوليزي. ولكن هناك تخوفات من عدم استعمال الأضواء في هذا الشارع من هذه الفترة. أن يحض من عدد السياح الأمر. الذي من شان يؤثر على الإرادات المالية للسياحة الفرنسية. ويعمق الأزمة اليوم في علاقة بهذه الأزمة المتعلقة بالطاقة. وأيضا تدعياتها على غلاء الأسعار في فرنسا وعموم أوروبا. ونحن نتحدث عن هذه الإجراءات. أرجو أن تبقى معنا رضا ينضم إلينا كذلك من لندن الزميل إسلام علي. إسلام ماذا عن ملامح الخطة التي أشارت إليها ليزتروس كحل والتعامل مع أزمة الطاقة؟ نعم تحيتي إليك. العزمة الطاقة عندما أدارتها حكومة جونسون قالوا بأنهم ستدعمون الأسرة البريطانية بشكل عام. بما يقارب من 450 جنيه استرليني على مدار الفصل الشتاء بدءا من أكتوبر الجاري. ولكن مع قدوم رئيسة الحكومة الجديدة قالت بأنها ستوفر أو ستخفض أسعار الطاقة بشكل عام في المملكة المتحدة من 8000 جنيه استرليني في العام. والذي كان بشكل أزمة اقتصادية للأسر البريطانية بشكل كبير. خفضتها إلى 2500 جنيه استرليني خلال العام. المعدل الطبيعي لأسعار الطاقة في المملكة المتحدة على مدار العام. هو ما يدون 2000 جنيه استرليني أو ما يقارب من 1900 جنيه استرليني لمتوسط الأسر البريطانية. والإسترس في برنامجها الانتخابي خفضته إلى 2500 جنيه استرليني. وهو معدل جيد بالنسبة لبرطانيين بما يمر به المجتمع البريطاني. من حالة تضخم كبيرة تحاول الحكومة البريطانية تعويض هذا التضخم الناجم عن تداعيات كورونا. ثم بداية من أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي ثم تداعيات كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية. التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد في عموم الدول الأوروبية وبشكل عام. لذلك الحكومة تحاول تعويض هذا التضخم وهذا العجز في الموارد البريطانية من جيوب الأسر البريطانية. ولكنها قالت نحاول في هذه الفترة فترة الشتاء توفر التدفع لبنازل البريطانية. لذلك قام بتخفيض الفواتير الطاقة. ورفعت الحكومة أيضا رفعت الأسعار الفائدة بشكل كبير في البنوك على الرهن العقاري. وعلى الفوائد البنكية بشكل عام لكل المواطنين البريطاني. والمجتمع البريطاني بشكل عام يستخدم البنوك بشكل دائم. سواء في حياته لغمية عن طريق لشراء الهاتف أو احتياجاته الشهرية. لذلك ارتفاع نسب الفوائد على القروض وعلى قروض الرهن العقاري بالتحديد. هو يشكل عبء آخر على المواطن البريطاني. ذلك هناك النقابات العملية دعت إلى تحركات للمواطنين عبر التظاهرات. للضغط على الحكومة من أجل تخفيض تلك الفوائد وتلك القرارات التي ترهق المواطن بشكل عام. هناك بعض الحركات التي دعت إليها النقابات العملية بعدم دفع الفواتير أو بالتظاهرات في الماكنة العامة. أمام مقرات الحكومة للضغط عليها من أجل تخفيض تلك النفقات التي ترهق كاهل المواطن البريطاني خلال الفترة المقبلة. وهناك حالة غضب حقيقة داخل حزب المحافظين بشكل عام تجاه سياسات الاسترس والتي أدت إلى انخفاض الجنيه الاستريني إلى أدنى مستوى لم يصله منذ عشرات السنين. الجنيه الاستريني وعادل الدولار في الأوين الأخيرة تقريبا يصل إلى 1.05 وصل إلى هذه النسبة. ومتوقع أن ينخفض في ظل هذه السياسات الاقتصادية التي تزيد من أسعار السلع الغزائية. التي لا تحل الحالة الاقتصادية بشكل جذري وإنما تزيد من حالة التضخم التي تعاني منها المملكة المتحدة سواء بسبب خروج من اتحاد أوروبي أو بسبب كورونا أو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. أسعار الطاقة تحاول برطانيا من قلال بحر الشمال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي. وطبعا برطانيا هي تعاني أصلا منذ عام 2017 كانت بدأت مشروع قومي وطني في عمول المملكة المتحدة. وهي زيادة خزانات الغاز المسال. ولكنها توقفت عن هذا المشروع. ولكن الحكومة تقول بأنها خلال الثلاث أعوامل المقبلة حتى عام 2025 ستحاول أن تزيد من حجم الخزانات الغاز المسال. لمواجهة أزمات الطاقة المتتابعة ولكن في هذه اللحظة تحاول رفع نسبة الإنتاج المحلي من بحر الشمال. وتخفيض نسب الاستيرادة التي تعتمد عليها. زيادة نسبة الخزانات التي تخزن الغاز. وأيضا كان هناك مشروع وطني للحكومة. هو الاعتماد على الطاقة النووية قد طاقة بديلة من أجل استعمالها في الكهرباء. نظر أن نسبة كبيرة من الغاز تذهب لإنتاج الكهرباء المنازل. ولكن بالنسبة للتدفئة الحكومة قالت بأنها ستحاول خلال الفترة المقبلة تأمين احتياجات المواطنين من التدفئة. خصوصا مع انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير. نعم مرسلنا إسلام علي شكرا جزيلا لك حدثتنا من لندن. وكذلك أشكر مفادنا رضا البغداد حدثتنا من باريس. المسائية مستمرة وبعد قليل عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون بحات المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال. وجماعات الهيكل ترصد مكافآت مالية لمن ينفخ بالبوق. ويدخل القرابين للمسجد المبارك الأسبوع المقبل. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر